تخلوا بداية من البارح الصحفي صوفيان بن فرحات في إضراب جوع بمقر إذاعة شمسة فام وذلك احتجاجا على عملية طرد التعاصف على حد تعبيره من قبل مدير الإذاعة تخلت في إضراب جوع ومنشي مؤخر لأن هذا جاي في إطار التضييق على الصحفيين التهديد بالقتل المحاكمات الإحالات بفصول تمشي حتى للأعدام كذلك اغتيال العقل والفكر والأبداع وحرية الصحافة زيادة على عديد المستجدات اللي صالت في البوطنة تبينوا أنه يحب يدخل في الخطر التحليلي ويحب يدخل خاصة في اختيار الضيوف ثم مدير يختار الضيوف قال لك إلا أنتم سببتوا على اليدين يجب أن تفتنيوا أن يختاركم الضيوف ومن جهدها إدارة شمسة فام تعتبر أنه يقاف التعاون مع الصحفي صوفيان بن فرحات يجي على خلفية منوشة كلامية بينو بين مدير الإذاعة فتح البحوري ومش على خلفية اللي صار بينو وبينعوض حركة النهضة حمزة حمزة في برنامج لما تينال شوار موقفنا أنا عندي علاقة معنها تعاون مع شخصة دي pour une mission bien déterminée السايد حب il outropass ses prerogatives فمت بالصيف كهوة واخر واخر دهر بي موفير dans pas mal de fois معنها j'ai pris son parti parce que je pense que c'est quand même malgretour إنسان متثقف إنسان معنها في الدوماني وإنسان معنها كياد للكاليتي وصل حتى توا بالإهانات وبالشتم وبالواحد معنها un irrespect total de la hiérarchie وفاء وحتى حتى حتى ما يتعدى فوق شمس مهما كان اسمه اشتركوا في القناة